وأخيراً اتكلمنا عن تأسيس النادي الأهلي سنة 1934 لأول معهد رياضي يتم فيه تدريس الألعاب المختلفة وكمان لوائح تحكيم الألعاب عشان تتحول الرياضة للعبة يتم ممرستها باستخدام العلم بدأ معهد الألعاب الرياضية نشاطه واستقبل الدرسين في العام الأول لدراسة التربية البدنية والألعاب الرياضية وقوانين التحكيم في كل الألعاب المعهد استمر تقريباً لمنتصف الأربعينيات وفي الوقت ده الدولة قررت إنشاء قسم للتربية البدنية في كليات التربية مع الأقسام التانية اللي هي اللغة العربية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيميا وغيرها وغيرها وبعد كده قسم التربية البدنية اتطور وانفصل وتم إنشاء معهد للتربية الرياضية اللي تحول بعد كده وأصبح كلية التربية الرياضية بالشكل ده نقدر نقول إن الخطوة والفكرة الرائدة اللي قام بيها النادي الأهلي كانت السبب الرئيس في تفكير وزارة المعارف وقتها في إنشاء قسم للرياضة البدنية ونروح لسنة 1935 سنة شهدت تحول كبير في علاقة المرأة المصرية بالنادي الأهلي تحول على مستوى نوع عضوية المرأة بالنوادي المصرية تحول كان الأول من نوعه في تاريخ الرياضة في مصر وزي ما قلنا قبل كده كان دخول المرأة المصرية للنوادي لممارسة الرياضة كان حلم من أحلام عمر بيك لطفي صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي حلم عمر بيك لطفي بدأ بفكرة عرضها في جلسة 13 ديسمبر 1907 بتعيين يوم في الأسبوع أو يومين لدخول السيدات ليس إلا يعني السيدات بس اللي يدخلوا النادي لممارسة الرياضة أيامها اللجنة العليا للنادي الأهلي قررت تأجيل النظر في الاقتراح لأن ظروف المجتمع في الوقت ده ما كانتش تسمح وفي سنة 1913 يعني بعدها بست سنين قررت اللجنة العليا في جلسة 14 فبراير 1913 تنظيم حفلة للرجال في يوم وللسيدات في اليوم التالي وده كان أول اقتراح لدخول المرأة المصرية للنوادي وفي الجلسة اللي بعدها يوم 21 فبراير سنة 1913 قررت اللجنة العليا أن تقام الحفلة يوم 21 مارس 1913 بدلا من 16 مارس وضم الحفلة اللي كان تقرر إقامتها للسيدات إلى هذه الحفلة واجعلها حفلة واحدة مع تخصيص مكان للسيدات وباب خصوصي يدخلوا منهم وكان ده أول دخول للمرأة المصرية لأي نادي في تاريخ مصر ومن سنة 1913 ولحد سنة 1922 يعني المدة 9 سنين المرأة المصرية كانت بتدخل النادي تتفرج وبس على الحفلات سواء كانت رياضية أو فنية وفي الوقت ده كانت رياضة السيدات مقصورة على الأجانب طب يعني المرأة المصرية ما لهاش نفس تمارس الرياضة السبب الرئيسي في التغيير الاجتماعي ده كان ثورة 19 اللي غيرت من مفاهيم المجتمع ناحية المرأة المصرية لأنها خرجت سنة 19 لأول مرة في تاريخها في المظاهرات الوطنية كشريك أصيل في المجتمع وأصبح السؤال اللي بيدور في أذهان الجميع لماذا لا تمارس المرأة المصرية الرياضة مثل المرأة الأوروبية فقررت اللجنة التنفيذية في سنة 1923 أن يتم تخصيص صباح يومي الأثنين والأربعاء من كل أسبوع لدخول المرأة النادي من أجل ممارسة الرياضة ولا يصرح للرجال بالدخول في هذين اليومين إلا بعد الثانيات عشرة ظهرا وتم إعداد جرفة تغيير ملابس للسيدات اتكلفت 8 جنيه وبالشكل ده اتحقق حلم عمر بيكلوتي وبدأت المرأة ممارسة الرياضة ليصبح الأهلي رائد الرياضة النسائية في مصر رياضة قدمت لمصر العديد والعديد من النماذج النسائية المضيئة على المستويين المحلي والدولي النادي الأهلي ما اكتفاش بتحقيق حلم عمر لطفي بممارسة المرأة للرياضة وقبولها في النادي كعضو رياضي بس تمارس الرياضة والمسابقات المختلفة لا الأهلي قرر أن المرأة تكون عضو في الأهلي ودي كانت أول مرة يقرر نادي أن تكون المرأة المصرية عضوا به البداية كانت اكتراح من عضو النادي الطبيب عبد السلام الحمامسي طبعا ده جير الحكم والمعلق الرياضي الله يرحمه اتقدم عبد السلام الحمامسي باكتراحه لإقدارة النادي اكتراح بأن السيدات والأنسات يبقوا أعضاء في النادي وليهم اشتراك سنوي وفعلا تم طرح الاكتراح على اللجنة العليا للنادي في اجتماحها يوم 19 نوبمبر 1935 وقررت اللجنة العليا برئاسة جعفر ولي باشا تكليف اللجنة التنفيذية النظر في مسألة اشتراك السيدات والأنسات المصريات في عضوية النادي والبحث في هذا الموضوع وتقديم تقرير للجنة العليا بالجلسة القادمة واللجنة التنفيذية اجتمعت وبحثت وقدمت تقريرها اللي اتعرض على اجتماع الجامعية العمومية اللي انعقدت فيه 13 ديسمبر 1935 وجيف محضر الجامعية ذكر حضرة سكرتير النادي انه سبق ان تحول على اللجنة التنفيذية اقتراح اشتراك الآنسات والسيدات المصريات في عضوية النادي وتلعى حضرته محضر تقرير اللجنة التنفيذية المؤرخ 26-11-1935 الذي به نتيجة بحث هذا الموضوع وتتلخص في قبول الانسات والسيدات المصريات كأعضاء منتسبات في النادي اذا كنا حاصلات على شهادات عليا وبعد البحث في هذا الموضوع وافقت الجامعية العمومية على ذلك على ان يشمل هذا التصريح طالبات المدارس العليا ايضا الخطوة دي كانت الخطوة قبل الاخيرة في طريق المساوى الكاملة للمرأة مع الرجل في الانديها المصرية خطوة كانت مهمة قبل الخطوة الاخيرة اللي هتبقى فيها المرأة عضوة عامل لها كافة الحقوق زي الرجل بالطبط خطوة سبق بها الاهلي كل الانديها المصرية الخطوة دي هنعرفها